بسم الله الرحمن الرحيم نكمل المنهج الخاص بالمحاسبة القومية المستوى الثالث الفصل الدراسي الثاني معاكم الدكتورة هدى الشيخ في المحاضرة الأولى عرضنا مفاهيم كتير نظري وخلاصة لنظر القومية ثم في المحاضرة الثانية ابتدان عمل نكملوا النهاردة موضوعا عن طريقة الانفاق القومي وهي أحد طرق قياس القياس الهام في المحاسبة لعنصر الانفاق القومي وكنا قلنا قبل كده أن الانفاق القومي ده بينقسم إلى انفاق استهلاكي وانفاق استثماري والانفاق الاستهلاكي بيبقى طبعا زي ما اتفقنا قبل كده لأن ده رقم بيجي بعد مجهود كبير من آآ برامج احسائية وناس مشغولة عن اعداده وتجميعه من جميع قطاعات الدولة الأربع آآ بنجمع على الانفاق الاستهلاكي الانفاق الاستثماري والانفاق الاستثماري لما لما يجيلك في التمرين مش هديك بقى رقم مباشر زي الاستهلاكي احنا لازم نحسبه عن طريق آآ اربع آآ عناصر هي آآ آآ هديك اضافات للأصول السابتة تكتبها هديك التغير في المخزون تكتبه وتغير في المخزون ده زي ما اخذنا قبل كده ممكن يكون تغير مجبأ او تغير سالب انا بديتك رقم من غير ما اشير لشي فده رقم مجابعادي لكن لو عايز اقول لنا انت المخزون ده او التغير في المخزون ده سالب لازم اكتب جنب الرقم كلمة سالب بين خسين لو لقيت كلمة سالب فانت لازم تعمل ايه في القايمة هنا تطرح اطار في المخزون لكن لو هو مجب بينزل الرقم زي ما هو بعد كده آآ الصادرات ده برضو عنصر بدولك في التمرين وبعدين الوردات ايضا والوردات دي لو خلوا بالك ونحطاها بين خسين بمعنى ان الوردات مهما حصل ومهما كان يتم طرحها من هذه القايمة يبقى الوردات تطرح دائما وابده بالنسبة للتغير في المخزون التغير في المخزون ده لقد يكون مجب فعايزي هنتكتبه او يكون سالب فيطرح كده عندي آآ اربع عناصر ادفات للاصول السبتة التغير في المخزون صادرات وبنترح الوردات لما نعمل كده يديني رقم الرقم ده خاص بالانفاق الايه الاستثمار مجموعة الاربع دول داني رقم انفاق الاستلاك انا بديهولك رقم مجموعة الاثنين دول مع بعض اسمه اجمال الانفاق المحلي بسعر السوق نطرح من اجمال الانفاق المحلي بسعر السوق اهلاك رأس المالي السابت يديني اصاف الانفاق المحلي بسعر السوق اذا الاهلاك رأس المالي السابت يتم طرحه الاهلاك في الاصول السبتة في المحاسبة اللي خدناها قبل كده او انتوا ادرسوها يعني كان بيكون عندي اصول سبتة فبنعمل لها نحسب لها اهلاك باي طريقة يعني طريقة من طرق اهلاك المسموح بيع في المعايير وبعدين اه طبعا والمرجح طريقة القصة السابت اه هنا في المحاسبة القومية احنا بنترح رأس المال الثابت وطبعا ده برضو رقم بيجي بعد خطوات كتيرة جدا جدا احصائية احنا بنتهولك في التمرين رقم واحد لو حصل وجيه الرقم وانا ادتهولك فانت لازم بعد ما توصل الاجمال الانفاق المحلي بسعر السوق بتقوم بتقرح اهلاك رأس المالي السابت هنوصل اه بعد الخطوات دي الى حاجس ما صوا في الانفاق المحلي بسعر السوق بعد لما نوصل لدي دي دي كأنك وصلنا كده نص التمرين بعدها اديك بيانات بقى عن الاعانات بنجمعها او زي كان في درايب غير مباشرة وتحويلات دخلية بنطرحها وانحصل كده فبوصل لحاجس ما صوا في الانفاق المحلي بتكلفة عوامل الانتاج ودي اول مطلوب يبقى بنجمع الاعانات نطرح الدرايب غير المباشرة والتحويلات الدخلية ممكن في التمرين اجيب لك درايب غير مباشرة فقط فبتطرحها ممكن اجيب لك تحويلات دخلية فقط فانت بتطرحها ممكن اجيب لك لاتنين رقم واحد فانت بتكتب درايب غير مباشرة وتحويلات دخلية وتطرحها أو أجيب لك الدرايب غير المباشرة رقم 100 مثلا والتحولات الدخلية 200 فيبقى 100 زائد 200 هتكتب هنا 300 وتقول درايب غير مباشرة وتحولات دخلية تمام بعد ما نوصل لصف الانفاق المحلي بتكلفة عمل الانتاج بنجمع بقى عليه زائد دخول محققة لمواطنين المقيمين تبع الرقم ناقص دخول محققة للأجانب غير المقيمين تفقنا على موضوع إيه الأجانب غير المقيمين دول في التمريه السابق ويتم الترح فيبوصل لحاجة سنة صوفي الانفاق القومي بتكلفة عوامل الانتاج إذن طريقة الانفاق القومي طريقة خطوات أكتر شوية من التمارين اللي فاتت المنوع تعمدة على أن احنا بنجمع الانفاق الاستهلاكي والانفاق الاستثماري معا لما بنجمعهم معا بنوصل الانفاق المحلي بسعر السوق والانفاق الاستهلاكي ده رقم مباشر واحد هدهولك الفاق الاستثماري بتحسبه عن طريق أربع عناصر ممكن العنصر بتاع التغير في المخزون أدهولك رقم موجب فبتكتبه زي ما هو ممكن أقولك أن التغير في المخزون سالب فيتم ترحه والصادرات موجودة طبعا بدهلك معطيات given والواردات خلي بالك خلي بالك خلي بالك أن الواردات دي يجب أن يتم طرحها من غير أنا ما أقول يعني أقولك واردات رقم 200 دي يجب أن تطرح في هذه القائمة بلا جدل لأن الميزان بتاعنا في المحاسبة القومية جزء اقتصاد وجزء محاسبة وجزء إحسا وهنا عندنا في الاقتصاد الميزاني التجاري عبارة عن صادرات وإيه واردات لو ما بتيجي تحسب الميزاني التجاري بتقول صادرات ناقص واردات إذن الواردات بتطرح في قائمة حساب طريقة الانفاق القومي تمام كده وسلنا بعد بعض الخطوات دي لصافي الانفاق المحلي بتكلفة عامل الانتاج وجمعنا عليه دخول محققة المواطنين المقيمين طرحنا منه دخول محققة للأجانب غير المقيمين وسلنا لصافي الانفاق القومي بتكلفة عامل الانتاج فيما يلي بعض البيانات المتعلقة بالاقتصاد القومي وأنا قلت الأرقام بالمليون وإحنا اتفقنا أن كلمة الأرقام بالمليون دي عشان طبعا إحنا من التكلم عن محاسبة قومية مليون ومليار وتريليون كمان لكن في التعامل في التمرين هتتعامل مع الأرقام اللي أنا مديها لكو زي ما هي التمرين بيقول الفاق استهلاكي 1200 مليون طبعا الإضافات للأصول السابتة 1800 مليون التغير في المخزون 200 سالب يبقى أنا ذكرت كلمة سالب فإذا التغير في المخزون في هذا التمرين سيتم طرحه الصادرات 600 الوردات 200 طبعا مش هقول حاجة الوردات تطرح ولما تطرحش بكتب لك رقم الوردات زي ما هو وإنت فاهم خلاص إن كلمة الوردات إن وجدت في التمرين فيها يجب طرحها يعني بطريقة تلقائي إهلاك رأس المالي السابت تودة 200 مليون أعنات الإنتاج 100 مليون ترايب غير مباشرة 300 مليون دخول محققها المواطنين المقيمين 100 مليون ودخول محققها الأجانب غير المقيمين 40 مليون المطلوب صافي الإنفاق المحلي بتكلفة عوامل الإنتاج وصافي الإنفاق القومي بتكلفة عوامل الإنتاج نحل في القيمة بالشكل ده في منتهى البساطة نكتب الأول الإنفاق الاستهلاكي أنقله من راس التمرين 1200 زائد الإنفاق الاستثماري عندنا بأربع ناصر نعملهم هنا الأول إضافات للأصول السابتة طالع معنا كام 1800 التغير في المخزون أنقله سالب يبقى لازم يترح 200 بالسالب الصدرات مدي هالك في التمرين 600 الوردات 200 وإحنا متفقين أن الوردات أي رقم أجبه لك في الجزء بتاع الإنفاق ده يبقى الوردات يتم طرحها يبقى 200 بالماينس لما نجمع الأربع ناصر دول تجميع جبري يعني بالمجب والسالب هنوصل لرقم كام ألفين وأنا عندي الإنفاق الاستهلاكي 1200 يبقى 1200 زائد 2000 هيديني 3200 مليون دول إجمالي الإنفاق المحلي بسعر السوق هترح منه وهلك رأس المالي السابت 200 يديني صافي الإنفاق المحلي بسعر السوق طلع كام 3200 ناقص 200 طلع 3000 مليون أجمع عليهم إعنات 100 مليون أطرح منهم درائب غير مباشرة وتحويلات دخلية طلع هنا معي 300 مليون بالطرح هيديني صافي الإنفاق المحلي بتكلفة عامل الإنتاج 2800 مليون فادل بأخر بسعر زائد دخول محققة للمواطنين المقيمين 100 ناقص دخول محققة لأجانب غير المقيمين 40 يديني صافي الإنفاق القومي بتكلفة عوامل الإنتاج طلع معنا هنا 2860 فيما يلي بيانات متعلقة بالإقصاد القومي الأرقام بالمليون الأرقام بالمليار الأرقام بالتريليون بتعامل مع الأرقام المعطفة التمرين كما هي دون زيادة أي أصفار عندي الفقر السلاكي 3600 مليون 3600 مليون يعني إضافات الأصول السبتة 5400 التغير في المخزون 600 مليون الصدرات 1800 مليون الواردات 600 مليون أعنات إنتاج 300 مليون ترايب غير مباشرة 900 مليون ويلاحظ أنه لم تتوفر هنا بيانات عن إهلاك رأس المالي السابت في هذا العين خلاص أنا هشتغل في دول بيانات الإيه المتاح أنا عايزة إيه المطلوب حساب صافي الإنفاق المحلي بتكريفة الإنتاج الحاجة اللي موجودة هكتبها واللي مش موجودة مش هكتب عندي الإنفاق الاستهلاكي 3600 مليون مجمع لها الإنفاق الاستثماري اللي متكون من أربع ناصر إضافات أصول السبتة 5500 مليون التغير في المخزون ما اتكلمتش ولا قلت حاجة هنا معنا كده أن التغير في المخزون ده رقم إيه موجب ب600 السادرات 1800 الوردات طبعا 600 من غير مفتح بقي بتم طرحها تلقائيا والأربع ناصر دول المجموع الجابري اطلع 7200 مليون يبقى 3600 مليون إنفاق استهلاكي أجمع عليهم 7200 إنفاق استثماري هيطلع إجمالي الإنفاق المحلي بسهر السوق 10 800 مليون بعد ما بوصل له بنترح منه إيه بقى؟ إيه لك رأس المال السابت أنا في التمرين أنا مديتكش إيه لك رأس المال السابت فيبقى قدامها شرط أو سفر يبقى 10 800 مفيش نقص سفر يدي ديني 10 800 برضو دول اسموهم إيه دول؟ اسموهم صافر إنفاق المحلي بسعر السوق في التمرين نديني أعنات إنتاج ومديني ضراب غير مباشرة مدنيش كلمتح ولا الدخلية مفيش مشكلة يبقى أجمع على صافر إنفاق المحلي بسعر السوق أعنات الإنتاج اللي هي 300 مليون وأطرح منه ضراب غير مباشرة اللي هي هنا في التمرين ده 900 مليون يديني صافر إنفاق المحلي بتكريفة عوامل الإنتاج 10 مليون ومتين اللي هي خلاصة للأرقام اللي قابلين يبقى إذن موضوع حساب الإنفاق القومي مرتبط بتواجد بيانات أو عناصر للإنفاق الاستهلاكي والإنفاق الاستثماري وإحنا اتفقنا للإنفاق الاستهلاكي ده بيكون رقم معطيات جاهز أما الإنفاق الاستثماري فلازم يعني يتم حسابه عن طريق أربع عناصر بينهم علاقات حسب معطياتي ممكن تديك تغير في المخزون رقم سالب فستقوم بعملية الطرح ممكن تجي تغير في المخزون برقم موجب فستقوم بعملية الجامع ممكن الصادرات طبعا أكيد أدالك والإده فتر أسول السابقة ماشي الوردات بقى لازم تدالك رقم الرقم ده إما أقولك سالب يبقى تكترحه أو يعني في كل الحالات اللي الرقم من الوردات يجي تترحه والتغير في المخزون حسب المعطيات في النهاية بنوصل بعد كل الخطوات دي بنحسب إجمال الإنفاق المحلي بالسعر السوق أترح منه إهلاك رأس المال السابت يديني صافي الإنفاق المحلي بالسعر السوق زائد عنات الإنتاج ناقص درائب غير مباشرة يديني صافي الإنفاق المحلي بتكلفة عوامل الإنتاج طبعا إن شاء الله إنتوا هتدرسوا في رابعة تاني درائب دي الدرائب في درائب مباشرة ودرائب غير مباشرة الدرائب المباشرة بتكون دريبة على الدخل دريبة على كسب العمل زي المرتبات ودريبة على الدخل سواء دريبة على المهن الحرة يا دوم مكتب محامي مهن موجودة ودريبة عامة على الدخل وفي عندي بقى الضريب غير المباشرة مقصود بيها ضربة الدمغة ضربة الجمارك ضريبة المجاعة اللي اتحول اسمها فيما بعد الى ضريبة القيمة المطف على المستوى القومي احنا بنجمع الضريب غير المباشرة من كل القطاعات الموجودة داخل الدولة وبنوفرها في رقم واحد الرقم ده هنا في التمرين ده 900 مليون فطبعا احنا في حالة حساب الانفاق بيتم طرح الضريب واحنا ليه بنترح الضريب غير المباشرة لان احنا اصلا الضريب غير المباشرة دي تعتبر انبوت او مدخل دخل في الاصاب القومي بتاعنا واحنا لما ناخدها قبل كده ففي حالة الانفاق هنا بقى ايه بقوم بترحها لمنع الاسدو ويك في النهاية وصلنا لحالة اسمها ايه بقى صافة الانفاق المحلي بتكريفة عملية ده يبقى احنا هنا غطينا في الناحية العملي تمرين على مدى مساهمة الوحدات في الدخل القومي وخدنا تمرين على كافية حساب الانفاق القومي وده تمرين خاص بحساب الانفاق المحلي والانفاق القومي بتكريفة عمل الانتك